للأسف للأسف يطلعو لك زي اللي ورناهولكم يوم الخميس اللي فات مجموعة يلتقوا في فندق المهاري ويوم أربع عشر لا ما يتكلموش على القانون ما يتكلموش لأن للأسف هادي من أمنهمش على البلاد الذي لا يحترم القانون ولا يدافع على قدسية القانون ولا يتكلم عن سيادة القانون وما يشتطش لما يتم مخالفة القانون كيف بتأمنع البلاد كيف الشفاعة يا رسول الله التقوا حشوا تلاقى في حمراء يحكي عليه طلحات ومد هذا ملتقى المهاري الله يرحم خالي ريش قال حشوا تلاقى في حمراء يحكي عليه طلحات ومد هاديهم هما اللي تلاقوا في المهاري تلاقوا وتكلموا اربع عشرين ديسمبر احنا اكثر الناس نبقوا الانتخابات احنا من 2015 من الصخيرات نقول لكم لا حلالي ليبيا اللي بالانتخابات وانتم تميزوا فيها طول عرض كنتوا وزاراء وكنتوا مسؤولين وكنتوا كذا واليوم بديروا روحكم واجعتكم ليبيا وزاي بديروا روحكم تبقوا الانتخابات حكومة السراج الوفاق قعدة ستة سنين ما فيش واحد منكم قال لانكم انتم عندكم اللي عند عضو مجلس رئاسي وشاد تركينة ويحلم فيها واللي كان وزير شاد تركينة ويحلم فيها ودار منها الملايين او اليوم يوزع فيهم يمين ويصار واللي شاد كذا وردوها علي ان استطعتم وروني يوم طلعتوا في الالفين وستاش ولا سبعتاش ولا طمانطاش قلتوا يا ولاد احناي هذه الحكومة بحسب اتفاق الصخيرات اخرها طمانطاش شهر وينها ليش ما درتوش انتخابات وروني ليش لكن للأسف لانه لا تهمكم الا مصالحكم التقيتوا في المهاري وللأسف ما فيكمش واحد قال يا لاس يا هو احترموا الليبيين واحترموا تاريخ الدولة واحترموا القانون واحترموا المواد الدستورية مع اننا احنين لابد من قاعدة دستورية لما نقول القاعدة الدستورية هذه اللي ما فياش لعب لما نقول الدستور اللي كتباتة لجنة الدستور لان هذا ما فيش لعب لانها لجنة منتخبة